سأل يقول في الصلاة الجهرية هل يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة لا يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام من الصلاة الجهرية عند أكثر الفقهاء وهو المذهب عند الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر أهل العلم ولم يقل بوجوب قراءة المأموم سورة الفاتحة فيما جهر فيه لمن سوى فقهاء الشافعية والأدلة تدل على عدم الوجوب فإن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يصلي بأصحابه فلما سلم قال ما لأنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم والقائلون بوجوب قراءة المؤمن خلف الإمام فيما جهر فيه استدلوا بحديث رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه بعد صلاة الفجر لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا بلى يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لكن هذا الحديث لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية وعلى ذلك فالقول الراجح هو ما عليه أكثر أهل العلم من عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فيما جهر فيه الإمام أما ما لم يجهر فيه الإمام فيجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة فالصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة كذلك أيضا في الركعة الثالثة من صلاة المغرب والثالثة والرابعة من صلاة العشاء يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة ترجمة نانسي قنقر